خنافنا وجئ معنا وصلنا لحزايد على الجيش ولا حزايد على القائد الوطني اللي طلعنا من نفق المزن وكننا رحيم بيف داية بداح ييجي في اخر زمن ويرهن او يعمل صندوق بهدف وبيع ايه عم في ايه ده احنا نقف في الشوارع دي بلدنا وده اترابنا وده ارضنا فخلينا حسن الظن خليلينا مرجعية دايبا اصل دي بلدنا ما انا سهل جدا اعمل بطل شعبي يقول بقين وتمنع من هنا ومن هنا واروح بيتنا وبقى بقى تاني يوم قنوات البتاع اللي بره واللي جوه وقال اعمل امصطفى بك ما سهل جدا وامشي في الشارع واخر حلاوة لا وانا قلتها والله لو حقف لوحدي دفاعا عن الدولة ومؤسستها فحتى اليوم الاخير وانا ده تاريخي كله مش النهار ده من يوم ما جيت من جنى اختلف مع اي نظام اتفق واختلف مبارك حلو في الحد تدي مش حلو في الحد تدي فلان حلو في الحد تدي فلان مش حلو فلان ما ينفعش فلان ينفع لكن لا خلافة على الدولة ولا مؤسسات الدولة جيشا وشرطة وقضاءا فيه ظابط كويس اهلا وسهلا فيه ظابط وحش اقول عليه وحش لك ما هدش مؤسسة الدولة ما خدش لغتي التشكيك لغتنا هي الاساس كيف ندافع عن بلدنا ازاي ننهن ببلدنا ونحط ايدينا في ايدينا بعض طالما عندي قناعة ان القيادة الموجودة دي قيادة وطنية فانا معاها وايدي في ايدها ولما بيحصل خطر بأقول ولما يحصل حاجة بأنذر ولما بقى فيه ممارسة مش كويسة او فيه فساد باطلع وبتكلم ليه؟ لانه انا وانت بكرة حيحسبنا التاريخ وضميرنا حتحسبنا ضميرنا حتحسبنا لما ارجع بلدي في المعنة لو انا ما بعبرش عنهم ولا عن مشاكلهم انا مش هفهمش وسط الناس ولا الناس تقابلني فاحنا ضميرنا الوطني ما يعرفش الخيانة ولا يعرف البيع ولا يعرف التآمر انما يؤسفني ان فيه اخرين مستعدين يبيعوا ويتآمروا ويطلعوا مع جهز استخبارات برة ويبسوا سموم برة ويقطعوا في البلد وهم الحقيقة للبلد الى هنا وكيف نحمي هنا وكيف نواجه هنا فيه قيادة سياسية قاعدة بتجتمع للنهار انت تبقى نايم في بيتك فيه اجتماعات وفيه لقاءات وفيه افتتاحات بتبحث وبتدور احيانا بنبص نلاقي حمالات وشائعات كتيرة جدا والحمالات دي هتزيد اكتر بالذات قبل انتخابات الرئاسية في 2014 اعرفوا ده كويس اوي اعرف ان اي حملة وراها هدف سياسي اعرف ان اي تصرف وكسر الاقتصاد وتدمير واللعب في العملة الحرة واحنا قلنا فتحنا الملف ده يو هدف السياسي مش بس الطمع والمكسب لا فيه اهداف ما انت في النهاية بتصب لخدمة هدف سياسي معين انت لا تريد البلد دي ان تقف على قدميك ولا الغرب عايزك تقف على قدميك والقايدة السياسية عرف ده وكل مواطن مصري عارف هذا الكلام وشايفه ومع ذلك احنا اي قانون بيجي زي ما قال الرئيس الجمهورية لابد ان يكون هذا القانون قبل ان يناقش يبقى في حوار مجتمع حواليه نوصل للنتائج مهمة وده اللي قاله سيادة الرئيس فيه موضوع قانون الاسرة واللي قاله قبل كده في القناة السويس قال اتمنى ان يبقى في حوار مجتمع فيا جماعة انا عايز بس اقول لكم كمواطن مصري سيبك ان اني اعلامي وبتكلم وعندي اشتركوا في القناة